موسيقى اليوم 22 شباط 2016 تحية صباحية لكم مشاهدينا مع بداية هنهار بداية هالأسبوع كمان نحن بلبنان اسم الله ايمتنا كله نشاطه حيوية على جميع الاصعدة واليوم لحتى تكمل على ما يبدو في شوية عجقة زيدة عن الزوم بالطرقات في كتاب يمكن يتأخروا على مدرسهم واشغالهم ان شاء الله كله يقدروا يوصلوا بالسلامة طبعا العاصفة يلي كانت شوية بالليل عملت بعض الاضرار بالطرقات يمكن لها السبب في بعض الاماكن عم بيكون فيها عجقة زيدة عن الزوم انما بجميع الاحوال يلي قاعد يلي بعده ما تحرك حتى يلي وصل هلاء على مكتبه وعم بيقدر انه يتابع التليفزيون بيقدر يحترنا لغاية الساعة واحدة بتوقيت بيروت نحن وياكم اليوم ازان رح نترافق وشاف طارق رح بيكون موجودنا بفقرات ورشة ملح صباح الخير كيفك اليوم؟ كيف مقلع هالأسبوع؟ شو رح تعطينا؟ اليوم فيه اثنان سوربريزات اه سوربريز مشتازين على المانيو بس شغليك حلوة رح تكون انا بحب كتير سوربريز لكي رح ننطر وكل المشاهدين رح ينطروا ذا حتى يرفقوك بعد شوي انما اليوم فقراتنا مثل كل نهار اقتنان بمجملة بتكون موجودة مشاهديننا لحتى يقدروا يتلقوا اتصالاتكم مباشرة على الهواء خلينا نشوف سواء بحالة اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن روا بتستقبل اتصالاتكم وبتجاوب على اسئلتكم بعصحت السلامة اتصالاتكم المباشرة مع كارلا بخفيف انضيف وقفة خاصة مع دكتور ألفريد كرام وبروبايوتك بلوس كندة بتتلقى اتصالات المشاهدين وبتجاوب على اسئلتهم بأرض ورد مايا بتستقبل اتصالاتكم واسئلتكم بولادة بالدنى كيف منعيش التسامح موضوع تانية بيخلينا نحكي ورشت ملح مع الشيف طارق على وصفات جديدة وشهية لتواصل مع عالم الصباح دايما بدي ارجع اذكركم انه كل وسائل التواصل هي بخدمتكم وخصوصا فيكن تبعاتو لنا اي صور او فيديو على رأمنا الخاص من خلال الواتس اوب اليوم كيف رح بيكون هنهار حسب الابراج الحصوص ان شاء الله تكون حلوة للجميع وخصوصا موليد هنهار ننتقل سوى لعند كارمن صبحكم بالخير يوم الثانية 22 شباط فبراير يوم الامر مرافقنا من برجين من هلأ لساعة واحدة ونص موجود ببرش الاسد الناري من بعد الوحدة ونص الظهر بتوقيت بيروت بيكون موجود ببرش العثراء الليلة المساء في عنا فلمون بتمام الساعة 8 ونص تقريبا بتوقيت بيروت تحديدا هو 8 و3 مساء بتوقيت بيروت اذا كيف رح بيكون انهارنا خلونا نبدأ مع برش الحمل مولو برش الحمل كلها التأثيرات الفلكية تشير انه ضرورة تعجل وتخلص الاشغال المهمة والاتصالات المهمة وتسليم الاوراق المهمة قبل الوحدة ونص اذا امكان بتوقيت بيروت من بعدها تدخل ببعض المعمعات وبتدخل بتأثير او تحت تأثير الفلمون اللي رح نحكي عنه بكرة اكتر بيبقى المولود الاكثر تعبان 98 نيسان ابريل ميكمل مع برش الثور مولود برش الثور تدريجيا خلال ساعات النهار وكل معلية الشمس بالسماء كل ما صارت الاجواء افضل بالنسبة لك اعلى نقطة هي منتصف النهار تقريبا على الوحدة ونص بيبليش مع نجمه مولود برش الثور ببليش تتحسن مع نويتك حتى طباعك بتصير افضل اذا الاجواء الى تحسن ابتداء منتصف النهار ونجمك بيصير افضل بعد الوحدة ونص وحظوظك بتكتر بيصير الاوفر حظا مولود شهر نيسان ابريل وايضا 11 و 12 ايار مايو منكمل مع برش الشوزاء مولود برش الشوزاء ما بيناسبك وصول الامر لبرش العذراء لانها بتتكركب الامور عندك تماما وبتعصب اكتر وبتصير مزاجة اكتر من هلالوحدة ونص اجواءك جيدة وحلوة ولا بأسة بها وهي رح بتساعدك لحتى تتواصل ليصير فيه انتر اكشن افضل وايفيشنت اكتر الاكثر تعبا هو 8 و 9 زيران يونيو منكمل مع برش السرطان مولود برش السرطان ما بنخاف عليك صحيح في عنا فلمون يمكن تأثيراته هالمرة تكون جيدة ومنشطة عليك الاجواء تتقدم تدريجيا بشكل ايجابي بينفع مصالحك بيساعدك بيعطيك عزيمة بيعطيك حماس وادن رح يعطيك تفائل الانشاط والاوفر حظا رح بيكون 13-14-15 تموز يوليو بننتقل لبرش الاسد مولود برش الاسد اجواءك جيدة لكن بدك تعمل الحساب انه صحيح انت مستقوص لك يومين وهلا الامر بعده ببرشك للوحدة ونص من بعد الوحدة ونص الظهر بيصير عند مولود برش الاسد دفتر حسابات بيفتح قدامه يحدا بيفتح لك هالدفتر فترة تقييم حسابات مراجعة افكار مراجعة اعمال واقوال حتى ليش لا وفي ايضا حسابات بدت انعمل فكون دقيق بهالموضوع وبيضلوا 7-8 اب اغسطس الاوفر حصن مننتقل لبرش العذراء مولود برش العذراء صار لك يومين عايش بدوامي عايش في الحضيض اجواء صعبة كتير صعبة فلكيا عن البعض منكن هالجو مكمل للوحدة ونص بعد الوحدة ونص بيكون الامر صار ببرشك وعند اذن مولود برش العذراء نوعا ما بصير الاجواء افضل تدريجيا تتحسن مفروض تخلص بهذا نهار او يخلص هيدا نهار وانت مبسوطه مرتاح لسيما اذا كنت من موليد شهر اب اغسطس اذن الاجواء الى تطور وبتضل الاجواء عم تتطور بشكل ايجابي حتى الاربعة المساء اوي قلبك مولود برش العذراء لكن فقط ابتداء من الوحدة ونص قبل الوحدة ونص عود عائل الاكثر حظا بعض الظهر مولود قاب وفي نظيف لقلهم 13-14 ايلول سبتمبر ننتقل لها برش الميزان بيدخل مولود برش الميزان بدوامة من الحيرة ما بيعود يعرف حاله شو بده يعمله وين وشو صار وشو بياخد بقول اي بقول لا بتضيع ابتداء من الوحدة ونص بتضيع التاسي معك من الوحدة ونص الاجواء جيدة لبقسة بها واضحة وبتسمح لمولود برش الميزان انه يتفاعل مع محيطه والناس تتفاعل معك بشكل جيد لكن ابتداء من الوحدة ونص مولود برش الميزان مش على نفس الموجة مع الناس مع محيطه واحتمال تتعرض لبعض فينا نقول الاحتيال الغيش يتحكوا عليك ففتح عينيك كتير منيح لا سيما اذا كنت من المواليد شهر ايلول سبتمبر 11-13 اكتوبر منكمل مع برش العقرب برش العقرب ما بينخاف عليه اليوم اجواء داعمة لقلو بالعكس كل ما وصلنا لمنتصف النهار واكتر كل ما قربنا صوب المساء بكرة وبعد بكرة كل ما استقوى اكتر مولود برش العقرب وكل ما صار نجمه اكتر وكل ما كبرت شعبيته اذا ما تخاف اوه قلبك ابتداء من الوحدة ونص لكن اذا كنت من مواليد 16-21 نوفمبر 20 الثاني ضروري جدا كن حذر تباعد عن المشاكل والمجازفات كليا منكمل مع برش القوس مولود برش القوس حذر حالك لموجة من التأثيرات الفلاكية اللي بتشد فيه كنزول بتاخدك شمال ويمين بتضيع بتعصب بتنرفيز وبسكر راسك ابتداء من الوحدة ونص الظهر توقيت بيروت لذلك معك من الوحدة ونص الجو جيد وحلو وفايفربل بيساعدك 100% فحاول تستفيد من الظروف تشهل بشغلة بزيارة باتصال بقطروحة بورقة بمعاملة الاكثر حظا 10-11 ديسمبر الاقل حظا 7-9 ديسمبر منكمل مع برش الشادي مولود برش الشادي بناسبك تماما او كتير بناسبك وصول الامر لبرش ترابي صديق لألك يلي هو برش العذراء ابتداء من ساعة وحدة ونص بعد الظهر توقيت بيروت بتتغير النغمة عندك بتصير فيه انسيجام بتحس حالك تلقائيا منك لحالك مرتاح بتطلط معصب يلي زعجك صلو يومين ثلاثة واربعة وخمسة زعجك فجأة ما بتعطيك كتير اهمية منشان هيك دايما منقول للعالم رؤو منشان هيك دايما منقول لنا رؤو 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 ليش بتكون مرقة هالموجة اذا بدنا نرؤ لحتى يمشي الحال مولود برش الجدي انت على موعد مع الحزوز مع الفرح مع التغيير مع الترويج والتصويق الجيد لأفكارك ومشارعك 10-11 كانون الثاني يناير بالاضافة لمواليد كانون الأول ديسمبر هي الأوفر حظا منكمل مع برش الدلو مولود برش الدلو لمشكلة بصر له يومين وللظهر بعد الغيمة موجودة بده يطول بيله كمان وكمان بدك ترو لحتى هالغيمة تمرق ورح تمرق ابتداء من 1-1-5 بعد الظهر توقيت بيروت مولود برش الدلو نوعا ما بيوعه أكتر بيصير متدارك الأمر أكتر ويمكن يندم على بعض الأخطاء لذلك ما تستعجله حاولوا تاخذ الأمور على هذا وبمنطق وبموضوعية وضروري بعدين يكون في عندك تحركات أو يكون عندك حركة لتصحيح الأمور ورد المياه لمجرها الطبيعي يلي بيضل عنده حظوظ من موليد برش الدلو هو كنون الثاني يناير منكمل مع برش الحوت مولود برش الحوت نوعا ما يمكن يتأثر ويبلش يتأثر بوصول الأمر أو الأمر يلي عم بيكتمل عم بيصير بدر ببرش العذراء ابتداء منتصف النهار مولود برش الحوت نوعا ما بيبلش يسكر يسكر على حاله بيقفل على حاله بينعزل شوي أو بيصير شوي سكوت ما بعود بيصير منه نسحب منه المعلومات سحب الأجواء بعد الظهر بتصير شوي متقلبة عند مولود برش الحوت مثل مزاجيته مثل اتباعه يمكن معه حق بس انتبهوا موليه برش الحوت عندكم طاقة كتير 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 كبيرة مش قاعدين وسهيانين بالعكس تماما عندكم طاقة جارفة وضرورة تعرفوا تستعملوها الأكثر تعبا بعد الظهر والمساء هو مولود شهر شباط فبراير بيختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هذه السنة فيها شغلة كتير أشغال ونشاطات فيها تكون أكاديمية فيها تكون مهنية فيها تكون عائلية فيها تكون اجتماعية كما أنه فيه ارتباطات أيضا العلاقة بأمور استشفائية لكن هي فقط لحتى تحسن الأوضاع أعدار مارس تموز يوليو 22 نوفمبر هي الأفضل إلى اللقاء بكرة براجي تيدي باي باي شكرا لك كارمن فإذا كلمة واليد هنهار متمنالون إن شاء الله سنة حلوة وعقبال المية بدي خص اليوم بس بالتحديد ريان اللي هي مسؤولة عن جمالنا عادة عبكرة من إلا كمان عقبال المية هي عضو جديد نضمت لقلنا مؤخرا بتليفزيون مستقبل قبل ما نتابع يوم فقراتنا بعالم الصباح رح ناخد بريك صغير من بعد يلي حابين اتصلوا بريوة رح تقدر تنضم لقلنا مع كيت عصحة السلامة موسيقى